في الفيديو بتاع النرض ان شاء الله هقولك ازاي تقدر تعمل محتوى كارتوني او محتوى انيميشن تقدر تحقق منه ربح على يوتيوب او منصة فيسبوك وتربح منه زي الفيديو اللي هيزهر قدام حضراتك ودلوقتي كانت الاميرة ليلة تجلس في قاعة القصر تحلم بمغامرات مثيرة دخل العجوز حسن وقدم لها خريطة غامضة اذهبي لجزيرة الالغاز لتبحثي عن السر الضائع ركبت ليلة السفينة مع رفاقها وانطلقوا دعنا نرى الطريقة بالتفصيل ولكن بعد الانترو سلام عليكم انا احمد ودي قناة من وسط المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة اكد ان انت عامل اشتراك ولايك للفيديو ده عشان هتتابع عندنا حاجات جمدة جدا وخلينا نبدأ مباشرة في الشرح في البداية عشان ننشئ اي قصة زي دي او نعمل فيديو زي ده هنحتاج لسكريبت او نص للقصة لو انت عندك قصة او انت بتعرف تكتب القصص فخلاص الموضوع سهل لكن لو ما بتعرفش الموضوع برضو اسهل وهو بالاعتماد على الزكاء الاصطناعي هنولد النص بتاع القصة الكارتونية اللي احنا عاوزينها انا هستخدم شات جي بي تي لتوليد النص بتاع القصة او موضوع القصة عموما يعني لو ما انتش عارف ازاي تنشئ حسابي على شات جي بي تي هسيب لك موقع هو بيسمح لك ان انت استخدم شات جي بي تي ولكن بشكل اسهل مش بحتاج رقم اجنبي عشان تسجل فيه ولا اي حاجة وهو الموقع ده هسيب لك برضو الرابط بتاعه هو شات جي بي تي ولكن واخديني الاي بي اي بتاعه ومشغلينه هناك نرجع تاني لشات جي بي تي ونقول له اكتب لنا قصة وبكل بساطة هقول لي شات جي بي تي يتبت لشات جي بي تي اكتب لي قصة بنسبة لاطفال مكونة من عشر مشاهد نعدلها كل مشهد مكون من فقرة مئة كلمة اكتب القصة باللهجة المصرية السهلة واجعل القصة مسيرة وبعد كي كتب وبعد كل مشهد اكتب لي برومبت مفصل ليصف كل مشهد بدقة باللغة الانجليزية لكي يستخدمه الذكار الاصطناعي في توليد الصور البرومبت ده هو يعتبر الوصف بتاع المشهد اللي هناخده نضعه في موقع توليد الصور بالذكار الاصطناعي عشان يولد لنا المشهد ده تمام؟ بعد كي هعمل له ارسال طبعا انت ممكن لو انت عندك قصة او عندك وصف معين لقصة تكتب الوصف اللي انت عايزه باي طريقة انت عاوزها يعني ده مجرد حاجة بسيطة انا بديها له وهو يكتب بناء عليها هننتظر شات جي بيتي يخلص وطبعا دي قصة بسيطة انا ممكن تكبر اكتر من كده تعملها ميت مشهد لو انت حابب حسب ما انت عاوز طول الفيديو يكون معك وهتنتظر لحد ما شات جي بيتي يخلص لك كل حاجة انت مش بتعمل اي حاجة لحد ما هو يخلص ودي كده كانت الخطوة الاولى ان احنا يبقى عندنا نص للقصة الخطوة التانية وهي توليد الصور الخاصة بالقصة دي او المشاهد بمعنى اصح وعشان نولد مشاهد بالزكاة الاصطناعية هنعتمد على موقع وهو من احد افضل المواقع اللي انت تقدر تستخدمها في تصميم صور بالزكاة الاصطناعية بشكل مجاني بالكامل بيعطيك حوالي الف صورة تقريبا كل حكاية تضغط على بعدك هتعمل هتسجل باميل جوجل بتاعك مباشرة هيرجعك مرة تانية على موقع ويبدأ يوريك بعض الخصائص بتاع الموقع اللي انت تقدر تستخدمها وانه يقدر تكتب له اي برومبت هنا وهو يرسمه لك يعني وممكن تكتب له برومبت تاني ويرسمه لك جنبه والكلام من ده ده زي التتوريال كده عشان يفهمك يعني الموقع شغالي ازاي لو روحنا على الصفحة الرئيسية للموقع التانية هيرجع لنا ويورينا بعض النمازج اللي هي تم تصميمها باستخدام الموقع ده وده روحنا على الاسعار هتلاقيه بيسمح لك ان انت تولد الف صورة بشكل يومي بشكل مجاني بالكامل من غير ما تدفع اي حاجة عشان تبدأ ترسم الصور هتضغط على الزر الوقت ده وباركاة تختار create on board هيحاولنا للوجهة دي هيديك طبعا بعض الحاجات ويتقفل الحاجات دي كده وهنا هتلاقي مكان اللي انت هتكتب فيه البرومبت بتاعك ومن هنا بتختار الاداة اللي بتولد الصور هو فيه اكتر من اداة يعني بيولد لك اكتر من نموذج من الصور فاحنا هنختار هنختار elimination اللي هي في الخيار ده عشان بيولد الصور بشكل كرتوني فيها عشان طبعا عندي قصة بعد كده هنروح على كلمة برومبت اللي هنا والروح نجيب البرومبت اللي عطهو النشات جي بي تي بالشكل ده ونعمله قبي والروح نلصقه هنا طبعا ممكن تضيف له بعض الحاجات التانية زي او ممكن تضيف له بعض الكلمات اللي تساعده في توليد الصور ولكن خلينا نجرب احنا معنا الف صورة فالموضوع عادي بروحيتنا هنضغط على generate هنا عشان يولد لنا الصورة وهتبدأ تظهر لنا هنا من الجنب ده على فكرة ممكن تتحكم في حجم الصورة اللي عايزه يولدها عايزها الابعاد زي ما انت حابب وبعض الخصائص التانية الخاصة بالبرومبت طبعا ولد لنا الصورة دي انا ضفت له بعض الكلمات التانية عشان تجعل الصورة بجودة افضل وهطلع هنا واحدد الحجم بتاعها مثلا ومن هنا هتلاقي تقدر ترفع قوالة بتاعة الصور عشان تكون الصور جودتها اعلى ومن هنا عادلة الصور اللي هو ممكن يولدها لك في المرة الوحدة هنختارها مثلا صورتين عشان نختار ما بينهم او ممكن نخليها اربعة احنا كده كده بيولد لنا الف صورة فممكن نحددها اربعة عشان نشوف الصور اكتر وناخد الانسب منهم وبعد كده نضغط على generate مرة تانية يعني انت معاك الف صورة كل يوم تقدر تعمل صور زي ما انت عايز وقصص زي ما انت حابب وتولد الصور وتشوف الانسب لها معاك وتاخده هننتظر لحظات لحد ما يولد لنا اربع صور جودات نختار ما بينهم الافضل للمشهد بتاعنا طبعا كل مشهد شات جي بيتي عطيك البرومبت بتاعه هتاخده تولد به صورة زي ما انت حابب طبعا هو المشهد بيقول لنا ليلة كانت قاعدة في قاعة القصر بتحلم بمغامرات مسيرة ودخل عليها عجوز احنا ممكن ناخد مثلا المشهد ده والمشهد ده ونحطهم مشهدين وراء بعض او ممكن اي مشهد فيهم هيمشي الدنيا والمشهد الاولان برضو كويس فيه تعديل بسيط لقيته في الموقع ممكن نختار من هنا من على الموديل هنا على الجنب ونختار ستيبل واحد ونص اللي هو ده وبعد كي نروح هنا ونختار على هيولد لنا الصور بشكل كارتوني افضل بعد كي نضغط على ونستنى نشوف النتيجة هتبقى ازاي طبعا انت معك الف صورة زي ما انا قلت كل يوم تقدر تختبر اكتر من موديل عشان تولد الصور باحسن جودة ممكنة طبعا ممكن تحملها زي الكارتون بفعل الصورة كده بقى شكلها احسن دي طبعا الشخصية الامير يعني مع الراجل العجوز اللي دخل عليها ممكن تختار اي واحدة فيهم وتستخدمها يعني ممكن ناخد مثلا الصورة دي دي تمشي مع دي مثلا او ممكن ناخد دي ان هي طفلة صغيرة او ممكن ناخد دي يعني متوسطة العمر بعد كده هنحمل الصورة اللي احنا شايفينها المناسبة ولكن الصورة دي هتلاقي اتحملت معك مباشرة ممكن تغير ابعاد الصورة من الجنب ده تختار البعد المناسب في اضافة كمان ممكن نضيفها عشان نحسن من الصور بشكل اكبر هنروح هنا ونختار الخيار ده خليه كاستم لو هو عندك نون وبعد كده نيجي هنا هنضيف البرومبت اللي انا هسيبه لك في الوصفة تقدر تحمله وهي بعض الوصفات او الحاجات اللي احنا مش عايزينها تظهر في الصور بعد كده نضغط تاني على ونشوف شكل الصور هيفيطلع ازاي ان شاء الله هيطلع بشكل جودة افضل كل الحاجات دي انا بيعملها عشان اوريك ازاي ممكن تحسن في الصور واحدة واحدة تبقى فاهم الدنيا ماشي ازاي هو حسب ما بتعطي للزكاء الاصطناعي حسب ما بيطلع لك النتيجة كل ما تدي له وصفة ادق ومعلومات ادق هيطلع لك نتيجة اقرب للي انت حبيبها زي ما هتركوا شايفين طلع معنا النتيجة الكويسة دي طبعا انت بتثبت بعد كده البرومبت ده اللي هو اللي احنا مش عايزين يزهر في الصورة وبعد كده بتغير بس الوصف بتاع الصورة الاولانية وبتاخدوا منشات جي بي تي تضيفه على طول انا على سبيل المثال هاخد الصورة دي وهستخدمها وزي ما هتركوا شايفين الجودة بتاعتها الخطوة اللي بعد كده احنا عايزين حد يقول النص اللي هو بتاع القصة ده ممكن انت تسجله بصوتك او ممكن تستخدم برضو الذكاء الاصطناعي ان هو يولد لك الصوت بتاع القصة لو هتسجل نص القصة بصوتك انت فانت ممكن تقدم الفيديو الفقرة دي لكن انا دلوقتي هتكلم ازاي ممكن نولد الصوت ده او حد يقرأ لنا القصة يعني باستخدم الذكاء الاصطناعي برضو من غير ما احنا نعمل اي حاجة هناخد النص ده بتاع القصة ونضعه فيه الموقع ده بشكل مجاني بدون ما تسجل دخول ولا اي حاجة طبعا تقدر تضيف اكتر من فقرة مع بعضها يعني مسلا خدنا الفقرة دي كمان هنضيفها كمان تحتها بالشكل ده ولكن خلينا نسجل فقرة بفقرة عشان ما نتلخبطش ونبقى عارفين كل جزئية بعضها هنا هتلاقي اكتر من حد بقرأ القصة هتلاقي فيه منهم رجال وفيه منهم نساء تقدر تستخدمهم في التسجيل وكل واحد فيهم صوته مختلف عن الاخر يعني مسلا نختار بيلا هنا وانتظر لحظات لحد ما الصوت يعمل مراجع الصوت ده جميل جدا وانا هستخدمه وهعمل به الفقرة اللي هتشوفوها ان شاء الله في اول الفيديو واضغط تحميل كده انا حملت الصوت وحملت الصورة لسه متبقى معايا خطوة واحدة بس وهي تحريك الصورة دي وفي الحلقة دي هستخدم موقع ثالث وهو موقع اللي هي بيكس ويسيب لك برضو الرابط بتاعه في الوصف تقدر تستخدمه بشكل مجاني في تحريك الصور يعني تحول اي صورة الى فيديو متحرك اول حاجة هنعمل صين ان في الموقع وهنضغط على create account هنا تقدر صبعا تسجل بحساب جوجل وتختصر الوقت فور التسجيل هتظهر لك الوجهة دي ونختار بعد على confirm كل الحكاية بعدك هتضغط على كلمة upload هنا ونختار الصورة اللي احنا عاوزينه يحركها لنا وننتظر لحد ماعمل لها upload لحظات هتلاقي الصورة رفعت وبقيت تحرك بالشكل ده تقدر تتحكم في الانيميشن من خلال المؤشرات دي هتلاقي هنا وقت التحريك مثلا او سرعة التحريك هتلاقي هنا من بطيق لسريع كده بقت سريع خالص تقدر تبطأها شوية تختار الانسب ليك هنروح بعد كده على animation style تقدر تحركها بشكل افقي او بشكل رأسي او بشكل دائري حسب من انت عاوز لو نزلنا بقى تحت شوية هتلاقي يعني حاجة زي منحنة تحريك كده تقدر تختارها سريعة او بطيئة او اقل حسب من انت حابب برضو هنروح بعد كده على focus او نقطة التركيز هتلاقي نقطة التركيز لو ركزت شوية هتلاقي التحريك بقى من المنتصف هنا خليها center عشان تبقى قبطأ او ممكن تقفيلها خالص بعد الانتهاء من تحريك المشهد هنضغط على كلمة share هنا وبعد كده نختار على mp4 عشان نحملها عندنا على الجهاز لحظات هتظهر لك الوجهة دي ونضغط على save وننتظر لحظات لحد ما يحمل الملف بعد تحريكه وهو ينزل بصيغة فيديو دلوقتي عندنا على الكمبيوتر بتاعنا كده احنا عندنا الصوت ونص القصة وكمان المشهد متحرك في حاجة كمان ممكن نضيفها ان احنا نضيف شخصية الشخص اللي هو بيحكي القصة وبالحلقة دي هنممكن نعمل animation من خلال موقع مجاني وهو موقع adobe express تقدر تبحث عنه وهسيب لك برضو الرابط بتاعه في الوصف والموقع ده انا قدمته في فيديو سابق وهو كبديل لموقع canva بعد الانتقال للوجهة دي في adobe express وتسجل فيها تضغط على make animation for youtube هلقلنا على الوجهة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض واللي من خلالها هنقدر نعمل شخصية كرتونية بتتكلم وبتقول اي نص انت عاوزه طبعا احنا محددين الصوت وهو صوت نسائي فاحنا هندور على شخصية نسائية هي اللي هتتكلم سواء كرتونية او حقيقية فانا عسبيل المثال لقيت الشخصية الجميلة دي فواضح ان هي كرتونية خالص فانا هحددها وبعد كده اروح على كلمة background هنا واخلي background لونها اخضر مثلا عشان يكون سهل علينا ان احنا هنعدلها في المنتاج او نزيل الخلفية بتاعتها هنضغط على custom color هنا وبعد كده نحدد اللون الاخضر وكل ما كان اخضر فاتح كان احسن بعد كده ممكن نحدد ونخليها الف ومتين الى ستمية وتمانية اللي هو الخيار ده عشان ده خيار الفيديو العادي بتاعنا اي فيديو ممكن تختار اي خيار على فكرة لان انت كده كده هتزيل الخلفية سانا بقول لك لو انت حبيت تولد فيديو بعد كده بحجم شاشة الكمبيوتر هو بيكون الحجم ده طبعا التيك توك بيكون 9 الى 16 وانستجرام بيكون 1 الى 1 زي ما هو كده هنا بعد كده ممكن تضغط على record هنا وتقول نص القصة اللي انت هتقوله تمام لو انت طبعا انت اللي هتسجل بصوتك لكن لو احنا في حالتنا مجاهزين النص فنضغط على browse هنا عشان نختار ملف الصوتي اللي احنا حملناه فاخترت الملف من عندي من على ديسك توب طبعا ورفعته هنتظر لحد ما يعمل upload ويبدأ يحرك الشخصية دي بنص القصة اللي انا سجلته من على الموقع اللي قبل كده هننتظر الى حين الانتهاء كده ولو شغلنا هتلاقي الشخصية هي اللي بقيت تقول الكلام اللي احنا رفعناه لها تضغط بعد كده على كلمة download عشان تحمل النص ده عندك الفيديو ده هيبدأ يتحمل عندك ونقدر نستخدمه دلوقتي مع بعض الخطوة الاخيرة بعد كده ان انت هتجمع كل الحاجات دي مع بعضه تستخدمها على اي برنامج منتج عندك كمان ممكن تعملها online من غير ما يبقى عندك برنامج منتج فانا هعمل لك الحاجتين في البداية هتكلم لو انت عندك برنامج منتج هتجمع الحاجات ازاي وبعد كده هقول لك برضو لو انت عندكش برنامج منتج تقدر تعملها online ازاي اول خطوة طبعا ان احنا ضفنا كل حاجة حملناها دلوقتي او عملناها مع بعض حملناها وضفناها داخل البرنامج بتاع المنتج بتاعنا بعد كده هنبدأ ناخد مشاهد المنتج مشاهد القصة ونضغط كليك يمين ونختار عليك رب توفيت عشان تكون ماشية في الفيديو كله وهنضع المشاهد بالترتيب حسب النص اللي احنا واخدينه بعد كده هناخد الفيديو اللي فيه الشخصية بتتكلم ونضعه فوق الفيديوهات كده وبعد كده المشاهد دي نحاول نقسمها بالزبط على قد النطق بتاع الفيديو هده انا بقى عندي الشخصية اللي هي بتتكلم دي ظهرة فوق الفيديو الاساسي بتاعنا هنضغط على الفيديوهو بتاعها وبعد كده نختار علي كرومكي على اي برنامج منتج وبعد كده نشيل الكرومة ونظبطها بالشكل ده نقدر نصغرها ونضيفها في اي مكان احنا عاوزينه كدليل ان دي الشخصية اللي بتحكي لنا القصة دلوقتي تمام ممكن كمان نضيف لها زي دروب شادو كده عشان تبقى ظهرة ان هي وقفة في ظهر الشاشة بالشكل ده تمام ناخد ده ده ونعمله قوي ونضعه باست على الفيديو التاني هتلاقيه بالزبط تبقى زيه بخطوة سهلة وبسيطة طبعا انت لو انت متابع دورة فيلمورة عندنا عالقناة هتلاقيه كل شروحات برنامج فيلمورة متوفرة عالقناة بعدك هتضغط على هنا وتحفظ الفيديو بالجودة اللي انت حبيبها وبالك هنعمل على ننتظر لحظات لحد ما الفيديو يرندر دلوقتي انا اقول لك ازاي تعمل نفس الخطوات دي ولكن بشكل مجاني كل حكاية هتروح على موقع اسمه وهسيب لك برضو الرابط بتاعه والموقع ده انا شرحته قبل كده نضغط على هيفتح لها الوجهة دي هنضغط على هيفتح لنا وجهة المنتج دي هنضغط على ونضيف كل الحاجات اللي احنا استخدمناها دلوقتي مع بعض لحظات هتلاقيها ترفعت على طول طبعا هو ما بيعملش ابلود للمواد دي ده هو بيستخدمها وهي على الجهاز بتاعك بعد كده هنسحب المشاهد مشهد مشهد بالترتيب بتاعهم بعد كده هننسخ الشخصية اللي هي بتتكلم بالصوت باللون الاخضر دي ونضعها فوق الفيديو بالشكل ده طبعا هتقرر المشهد ده حسب انت عايزه لحد فين نقدر نعمله قبي ونقرره بعد كده تقدر تتحكم في ابعاد الصورة دي عشان نخليها ملق الشاشا هتضغط على كلمة فل هنا هتلاقيها باقت ملق الشاشة تمام بالشكل ده على طول يعني هتلاقف عليها وتضغط على فل كده باقيت ملق الشاشة inquiry الخلفية. بعد كده الشخصية اللي بننقل الأخضر هنقتف عليها كده بالماوس بعد كده هتختار على هنا والنزل لتحت هتلاقي هنا موجودة هتضغط عليها هتلاقية شلك تبدي تتزغرها وتنقلها في الجانب اللي انت حبه عشان يحكين لك قصة تمام ممكن لو وقفنا كده في اول الشاشة تاني وشغلنا. هتلاقيه بيحكي لنا القصة. تقدر تعمل لها دول لود بعد كده تضغط على هنا. وتحمل بالجودات زي معاك لحد الف وتمانين بشكل مجاني. هتبدأ تدفع لها فلوس. هنحمل الف وتمانين طبعا دي الجودة الاعتادية على اليوتيوب اصلا. نضغط على الف وتمانين هتلاقي الفيديو بدأ يرندر عندنا وتقدر تعمله على طول على الجهاز بتاعك. او تقدر تعمله مباشرة على يوتيوب بس الافضل انت تسايفه عندك وترجعه بعد كده تحفظه. هتلاقي الفيديو نزل عندنا بالشكل ده. كانت الاميرة ليلى تجلس في قاعة القصر تحلم بمغامرات مثيرة. دخل العجوز حسن وقدم لها خريطة غامضة. اذهبي لجزيرة الالغاز لتبحث عن السر الضائع. قال ركبت ليلى السفينة مع رفاقها وانطلقوا. وصلوا الى الجزيرة حيث واجهوا بوابة ضخمة مغلقة. يبدو ان السر مخبأ وراءها. لكن كيف يمكنهم فتحها. وفي النهاية اتمنى كنت استفدت من فيديو. لو استفدت تتخلش عليك بلايك واشتراك لشروحات اكتر. اتأكد ان انت مشترك في القناة ولايك للفيديو ده. كان معكم احمد وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.